لا شيء يوقف مؤشرات ارتفاع الأسعار في العراق التي بدأت منذ جائحة كورونا صعودها تزامنا مع أزمة اقتصادية مزمنة بسبب انخفاض أسعار النفط قرار الحكومة قبل 15 شهرا خفض قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار أثر بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية والتي لم تعد تتناسب مع دخل السواد الأعظم من العراقيين دهن زيت بأرباح تالاف دينار تصور من 750 إلى أرباح تالاف شنو هاي الطفرة اللي محد يتوقعها اللي يشتغل بيوم يأكل ما يشتغل اليوم ما يأكل وهاي تشوف التجار حرقوا حرق للدنيا وذول المسؤولين شعلوا أهل أهل الفقرة هاي الناس أمام هذا الارتفاع يؤكد كثير من العراقيين نهاية الطبقة المتوسطة بسبب السياسات الاقتصادية التي لم تستطع انقاذ البلاد من أزماتها وغياب الرقابة قال الوزير الفلاني ورد الوزير الفلاني قال الوزير الفلاني ورد طون الناتج وينه صار 22 سنة وينكم هنا قانون بقوله وسوينا قانون كذا نفذنا عليكم يعني انت بوزير هاي مسؤول على صعاد الأسعار صح له غلط هاي بو الغذائية ذاك ذاك ماكو أمد لحد الان ماكو أراه أنا قل لك اشغال صرف الدولار صعد النفط صعد النفط تعاركة أوكرانيا وروسيا يعني هاي القذائية بطل زيت بربح تالا زين 26 ألف يعني الفقير من ين يجيب ماكو حكومة يعني حكومة ماكو ماكو مراقبة ولا تطلع يا ليش احنا دولة هالخير هالنفط ليش هالاسعار هاي هذه الثروات الضائعة تظهر بحسب خبراء اقتصاديين فشل الحكومات المتعاقبة في انهاء الفساد عبر كثير من اللجان التي شكلت والتي اتهمت أيضا به بينما تبقى الأسئلة مطروحة إلى أين تسير البلاد وإن تذهب العوائد الفائدة عن ارتفاع أسعار النفط في وقت تستمر فيه الأزمة الاقتصادية في العراق